ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع مراجعة السياسات التجارية الرابعة لمملكة البحرين الذي يقام في منظمة التجارة العالمية وتهدف المراجعة إلى تأكيد مبدأ الشفافية بين أعضاء المنظمة ومنقشة التطورات في السياسات التجارية التي أقدمت عليها الدولة العضو خلال فترة المراجعة وأشار سعادة الوزير إلى المكانة التجارية التي اشتهرت بها مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والعالمي القائمة على مبدأ الانفتاح وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية منوها إلى أهم الإجراءات والسياسات المتعلقة بالحفاظ على المكتسبات التجارية والاقتصادية خلال فترة الجائحة كما أشار سعادته أيضا إلى الرؤية الاقتصادية 2030 والتي جاءت كخريطة طريق لجعل اقتصاد المملكة قائم على المبادئ الثلاثة الأساسية وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة إلى جانب التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها في العام 2012 مضيفا بأن تنوع الاقتصاد البحريني حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030 حيث تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجعله أكثر تنافسية والوصول به إلى العالمية إيمانا منها بمساهمته في خلق فرص عمل جديدة وشار إلى أن مملكة البحرين تسعى إلى تطوير صناعة السياحة بجعلها منصة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام والتنويع المستقبلي في سعيها لتعظيم النمو المحتمل في صناعة السياحة لافتا إلى أن الحكومة شجعت استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات مثل المرافق والتعليم والرعاية الصحية والإسكان وخص خاصة نظام النقل العام بالكامل وفي المقابل أشادت سكرتارية المنظمة والدول الأعضاء بالتطورات الكبيرة في مملكة البحرين التي تم استعراضها خلال عملية المراجعة ترجمة نانسي قنقر